ماذاكم؟ تم إعلانكم عن موبايلها لإقتصاد الجديد ود barrier أرخص موبايل لتشتري في 2012 من شركة سامسونج على عدا أرخص موبايلات A0 أتمن بذلك ولكن عادة أتمن بموبايلات سامسونغ في السوق يجب السؤال ل Thank you very much و دعونا نرى السامسونج seventiliyor أو دعونا ندخل على طول التفاصيل أنا لا أنساك فلسطين ويشد يشد بي البعد أنا في أفياك نسرين أنا ظهر وشوك أنا الورد نبدأ من تصميم الموبايل تصميم عادي جدا تصميم بالكامل من البلاستيك مع فريم كمان من البلاستيك لا يوجد أي اندهاش يعني الوقت عندما يكون معلم فأنت عندك هنا الشاشة IPS 6.5 انش هذه الشاشة HD Plus ليس Full HD أو Full HD Plus الشاشة دي تأتي بمعدل بيكسل بيرنج 270 بيكسل لكل انش الشاشة هنا لا تدعم أي رفريشل سريع يعني الشاشة هنا تأتي مع 60 هرتز سوف أقوم بيزل كبيرة جدا وخصوصا البيزل الكبيرة التي تحت دي مع وتردروب نوتش أعلى منتصف الشاشة طبعا الشاشة IPS لن تقدم لك التجربة المرجوة من شاشة ممتازة من ناحية الأدافة هناك 4 أو 6 أو 8 جيجا بايت رام نوع الرام هنا PDDR4X مع 32 أو 64 أو 128 جيجا زكرة تخزين داخلية ونوع الزكرة هنا EMMC 5.1 المعالج هنا يجب أندرويد تولد مع One UI Core 4.1 وهذه وجهة المخففة من وجهة One UI التقليدية من سامسونج للموبايلات الاقتصادية أو الموبايلات التي تأتي بمواصفات متواضعة نوعا ما أي نعم لا تأتي مع كل المميزات التي تأتي في One UI التقليدية ولكنها نصخة مصغرة منها الاتشابسط هنا هيليوني S.O.C.S.C.9963A المعالج ده 28 نانو طبعا معالج متواضع جدا أيضا 28 نانو يعني باستهلك كمية طاقة كبيرة جدا الموبايل هنا بيلعم تركيب كارت زاكرة خارجي من ناحية الكاميرات بقى معلوم فانت عندك هنا 50 ميجابيكسل كاميرا أساسية بفاتح العرصة F1.8 مع كاميرا أو سنسور 2 ميجابيكسل دي كاميرا العمق أو سنسور العمق أو ديبس أو فيل الكاميرات هنا بصور 1080 على 30 فريم مع كاميرا أمامية 5 ميجابيكسل بF2.2 الموبايل هنا بيأتي بسماعات مونو الموبايل هنا بيأتي مع منفز 3.5 ميلي الموبايل هنا بيأتي مع البلوتوث 5.0 وهو إصدار قديم نسبيا مقارنة بالإصدار الجديد الموبايل هنا بيأتي مع البلوتوث 5.3 الموبايل هنا لا يدعم مفز 3.5 ميلي لا يدعم IR بلاستر لا يدعم راديو FM لا يدعم بصمة في الظاهر أو في الجنب من ناحة البطارية معلوم فانت عندك هنا بطارية 5000 ميلا أمبير قوة شاحن هنا مش معروفة قدية بالظبط بس من المرجح انها تكون 10 وط سعر الموبايل ستراوح من 170 إلى 180 دولار تقريبا يعني حوالي 3250 جنيه أو 3450 جنيه وهذا طبعا هيكون لنسخة الأربعة جيجا بايت رام مع 32 جيجا ذاكريت تخزين داخلية الموبايل ممتاز لأي حد بيحب سامسونج وبيحب الموبايلات بتاعتها فالموبايل ده المفرض انه هو أقدم لك تجربة نوعا ما مرضية ان يكون موبايل لإستخدام ثانوي او انت محتاج موبايل من سامسونج ما يكونش موبايل للضغط والألعاب كده فهنشوف الموبايل ده بقى لما ينزل هيكون سعره كان بالظبط لا تنسوش تكتبو لي رأيكم تحت في الكومنت واتوقعوا كده سعر الموبايل ده لما ينزل هيكون كان بالظبط بس كده هشوفكم بقى الفيديو اللي جاي سلام